اشرت الاخبار من النهار اليوم اهلا بكم استشهد نقيب شرطة ومجند واصيب ثلاثة مجندين في انفجار عبوة الناسفة بمضرعتهم في العريش واضحت وزارة الداخلية انه اثناء سير احدى المضرعات بشارع السيود دائرة قسم الثالث العريش انفجرت بها عبوة الناسفة واصفرت عن استشهاد النقيب محمد امين اسماعيل الحبشي معاون مباحث قسم شرطة الثالث العريش والمجند رضا احمد مهني مسلم واسابة ثلاثة مجندين تم نقلهم للمستشفى